حلقة جديدة من معلومة على الماشي النهار سيتكلم عن العشرين جنيه الجديدة وهل مبادلة العشرين جنيه باكتر من قيمتها ده حلال ولا حرام واعلقت الكلام ده كله بالربر انا كنت نوهت على الكلام ده في فيديو شورتس مباح تقريبا او قولت مباح يعني فكنت وعدتكم انها حامل حلقة تفصيلية على الكلام ده فنصلي على النبي الاول وكل عامل وانتم بخير بمناسبة طبعا عيد الاضحى المبارك 1444 وبمناسبة صدور العشرين جنيه الجديدة كما هو معتاد مع صدور اي عملة جديدة بيبقى في اقبال عليها والناس بتبقى عايزة تشتريها وتحصل عليها باي شكل وده طبعا مع التزامن مع الاعياد انا افتكب برضو العشرة جنيه من نزلت نزلت في اه قبل عيد الفطر 1442 سنة اللي فاتد الفين اثنين وعشرين يعني والعشرين نزلت قبل عيد الاضحى برضو بكم يوم بتبقى مقصودة طبعا عشان تبقى تفتقدم في العيديات والكلام ده اه المشكلة مش في ان احصل على العشرين جنيه المشكلة ان انا ممكن طبعا ناتيجة ان العرض اقل بكتب من الطلب والكل الناس عايزة العشرين جنيه بشكل مع بعضيه فيوقت واحد بيحصل هنا نوع من السوداء او التجارة بانك عايز لعشرين جنيه وحدي هلك بخمسة وعشرين مما او بكتب من قرب ülkes وشتيجةه بلنان وعشرين مما او الاعشرين مما احتوى اعمل ان في بعض الاماكن وصلت الى ثلاثين جنيه يعني ان انا حيث اشتري ربيعين من القرب من الفين جنيه وهتشتريها ب ثلاث تلاف جنيه رغم ان القيمتها وجزターها هاك بتكييت من بره الفين جنيه غير ارفين جنيه بثلاث تلاف جنيه سيدفع تلات تلاف تاخد ورق بألفين جنيه هذا الكلام ده حلال ولا حرام لو انت مش فاهم ومش مذاكر شريعة كويس وفقه كويس هتقول لي ده حلال ما فيهاش حاجة انا موافق ان انا ادفع تلات تلاف جنيه من الورق القديم واخد مكانهم الفين جنيه من الورق الجديدة ايه المشكلة في كده وبعدين انا كده انا عايز استقرب العشريات ديها عيديات للاولاد مثلا اولادي وقبل دخولاتي والناس دي بدأ ما اديهم خمسينات ولا ميات حد اديهم عشرينات حتى لو اشتتها بتلاتين بوضعنا كسبان الفكرة مش مكسب اخسارة الفكرة هنا احنا بيحكمنا شرع ودين طب هل الشرع والدين بيحرم مثل هذه المعاملة الاجابة ا ازاي هو كان فيه جنيه ايام النبي ده ما كانش فيه جنيه هنا طب ما كانش فيه ورق اصلا نقضي كانت لو في الوسح بقى عن يا اما دهب يا اما فضة يا اما بعض السلع كانت بتستخدم كنقود زي الحبوب مثلا زي الحاجات دي كانت بتستخدم كنقود كان ممكن تقايد بها وده ممكن احد اسباب الخلاف في حتة زكاة الفطر ينفع عطالله حقيمة ولا لأ لان الاصناف اللي حدثها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر كانت بتستخدم كسلع جزائية وكانت بتستخدم برضه كنقود انت لو معاك مثلا عشرة كيلو بلح او عشرة كيلو امح او عشرة كيلو زبيب ممكن تروح تبدل لهم مثلا مع تاجر القماش مثلا وتاخد به القماش او تاخد اه تروح مثلا لحد تاني مثلا بتاع الجزاء متشتري من عنده جزمة وهكذا يعني فكانت بتاخدها كنقود طب فين بقى النص اللي بيقول ان الحاجات ده اللي كلام دي حرام وان مبادلة العملة او المال بنفس جمس المال لكن بكما مختلف حرام ده اسمه في الشريعة ربا الفضل السنة النبوية فيها احاديث كتير جدا عن الناهي عن ربا الفضل حنقول بعد شوية حنرجع ايه هو الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة استفادت السنة بالناهي عن ربا الفضل في اصناف معينة فقد اخذ ابن خارج ومسلم عن ابي سعيد الخضر ارض الله وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق اللي هو الفضل يعني بالورق الا مثلا بمثل يعني نفس الوزن بنفس الوزن ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تفضلوا او لا تزيدوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائما بناجد يعني غائبا بحاضر. يعني ما ينفعش في بيع الذهب بالذهب. اني لا ينفع بيع ذهب حاضر بدهب مؤجل او ذهب مؤجل بدهب حاضر. يعني انا معايا 100 جرام ذهب حدهم لك وقولك تديني مكانهم 100 جرام بعد اسبوع ما ينفعش. لا تقضي 100 جرام وتديني 100 جرام. طيب اشمعنا يعني انا اللي هستفيدوا من كده. اه ممكن انت تكون معاك 100 جرام مثلا على هيئة مثلا سبيكة مثلا 100 جرام على بعضها. وهتدهمني جنيهات التمانيات مثلا جرامات مثلا او حاجة زي كده. او سبيك صغير عشرات مثلا. ممكن. بس بشرط يكون الوزنين قد بعض بالزبط. طب انا دي غلطة كبيرة بيغلط فيها بعض الناس بالمناسبة في موضوع الذهب. تلاقي واحدة مثلا معاها مثلا خاتم او معاها حاجة مثلا ذهب من مشغولات الذهبية. وزنها مثلا عشرين جرام فهتروح للصريق وتروح مبدلاها بحاجة تانية ذهب برضو. وتدفع فرق الوزن او فرق المصنعية. هنا الدخات اللي باعتم مع بعض في باعة واحدة وده كده حرام. لانه بيع الذهب بالذهب لا يجوزه الا وزنا بوزن مثلا بمسك. يعني ميت جرام يبقى ميت جرام. خمسين يبقى خمسين. ما ينفعش اديه خمسين واقب منه سبعين وادفع الفرق. او خمسين واقب خمسين وادفع فرق المصنعية ما ينفعش حرام شرع عن الكلام ده. الصح ان انا باعتم عن بعض تماما. ابيع الذهب واخد الفلوس واقباضها الاول. وبعد كده اشتري ذهب جديد بالفلوس اللي معادي. طيب الفكرة في ايه? اتباع الصنة. مش لازم كل حاجة ان يبقى فاهمين الحكمة منها. وانا كانت في حكمة طبعا يعني. في بعض الناس قالك ان لما افصل باعتم عن بعض. انا كده بقيت حر نفسي. انا ابيع الذهب الاول. وباكده اشتري الذهب التاني من ده او من غيره. طيب. اللي صلنا نهد عن بيع الشيء بنفس الصنف او بنفس النوع. الا وزنا بوزن مثلا في كل حاجة قالك لأ. الشريعة او الحديث النبوي حدد اصناف معينة يحرم فيها الفضل في هذا البيع او المبادلة. هو اي عد بيبدل اي حاجة مع اي حد اسمها بيع وشرق. يعني انا لو معي اا موبايل وصاحبي معا موبايل وبدلنا المبايل مع بعض ودفعت له او دفع للفرق او حتى من غير فرق. ده اسمه بيع وشرق. انا بعتلي الموبايل بتاعي واشتريت مكانه الموبايل بتاعه. فهو الفكرة اللي بس لدينا استفهم. البيع حين المقصود به اي عملية تبادل. فعن عبادة ابن الثامد برد في حديث قاله صلى الله عليه وسلم. الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. مثلا بمثل يعني نفس الوزن نفس الحاجة بالزبط. سواء بسواء يعني اديكو تديني. يدا بيد يعني حاضر بحاضر. يعني ما بيعشي اه دهب زي ما هو تذك. ما بيعشي ميت جرام دهب. وحيديني صاحبهم او اللي خدهم ميت جرام غيرهم بعد اسبوع. ده ما ينفعش كده كده ببيع حاضر بغائب او حاضر ايه بمؤجل. فالاسناف في ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح كانوا بيستقدمه كنقود ايام النبي. الله سلام. اه وكمالت الحديث فاذا اختلفت الاسناف فبيعوا كيف تجئتم اذا كان ينادم بجد. يعني ايه بيعوا كيف تجئتم. يعني. لو انا حبيع ذهب بفضة حين بقى يحكمني العرض والطلب. لو الذهب اغلى ما فيش مشكلة حبيعه. لو الذهب شحش شوية حيقلى. لو الفضة شحش شوية حيقلى. ما فيش مشكلة. ابيع ايا كان حسب بسعر الصرف زي ما بقود الوقت. العلماء طبعا قال لك هل هو الاسناف الستة دي. على سبيل الحصر. يعني اي حاجة تانية. تعتبر فلوس غير الدولة. ما يقاش فيها الحديث. قال لك لا. الحديث ده عن الاسناف التي تستقدم كنقود. فالاسناف دي هي كانت تستقدم كنقود ايام سيدنا محمد. اي حاجة دلوقتي بتستخدم كنقود كمال. يبقى يقع عليها نفس الكلام. وبالتالي الاوراق النقدية العملة المحلية او الدولية. نفس الكلام. لما ينفعش ابيع دولار بدولار او جنيه بجنيه او ريال بريال. الا يدا بيد. مثلا بمثل سواء بسواء. لو حبيع بقى دولار بجنيه. ريال بذهب. يبقى كده ايه? يبقى بيعه كيف شوية وما فيش يا ربا. حديث ابو تعليل الخضري بيقول برضو نفس الكلام. الذهب بالذهب ويفضة بيفضة والبر بالبر. البر هو اعمح طبعا عارفينه. والشعير بالشعير والطمر بالطمر والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد اربع. الاخذ والمعطي فيه سواء. وده الحديث في مسلم. وهنا ده حديث جامع مانع. يعني جامع يعني وضح كل للمعنى. ومانع منع سوء الفهم او منع عدم الايه? ادراك المعنى المقصود. اه. قال لك او استزادة. يعني انا لو حدي ميت جرام ده وحاكم مكانهم مية. وانا من عند قدت له خمسة فوق المية. انا كده اتمي زودت. او لو انا طلبت الزيادة. قلت لقى انا حديك المية اه جداد. تديني مكانهم مية وخمسة ادام. مثلا. يبقى كده اتمي انا استزادت. من زاد او استزادة فقد اربع. الاخذ والمعطي فيه سواء هما اتنين عليهم ذنب الربع. طيب. يبقى كل ما هو يطلق عليه اسم مال. طيب ليه احنا قلنا كل ما يطلق عليه اسم. ليه ما قلناش كل حاجة في الدنيا? قال لان بضلوا على ما يعني اتفقوا على انه الحاجات اي السلع التي لا يطلق عليها اسم المال. يجوز فيها المبادلة مع دفع الفرق اذا كان هناك فرق في القيمة. يعني انا معي عربية تمانها متين الف جنيه. وحبدلها مع واحد تاني مع عربيته تمانها مية وخمسين الف جنيه. يبقى حبدل العربيتين وحاقب منه خمسين الف الفرق. لو حبدلها مع واحد معاها عربية بتلتمية الف وانا عاوتي بمتين. يبقى حبدل معاني عربيتين وهاخد وحدي له انا مية الف. يبقى هنا العربية ما بقيتش فلوس. العربية هنا سلعة. فاذا لم تكن الحاجة اللي انا ببدلها قيمة في حد ذاتها او مال في حد ذاته. يبقى لا ينطبق عليها هذا الكلام. كل لحنا شوحنا ده اسمه ربا الفضل. اللي هو ربا الزيادة. انا بزود اثناء التبادل في في السلعة او في المال يعني. وحصلت في ايام من سيدة محمد انه واحد من اللي كان بيجمع الزكاة جمع تمر فهو طبعا من الزكاة اه بتجمع من نفس الثمر يعني. فجمع تمر من احد البلاد يعني. فجيبها يا النبي صلى الله عليه وسلم كل التمر يعني متنقع على الوحدة يعني. فقال له هو كل التمر اللي في بقيتكم بشكل ده. قال له لا. انا لما جمعت التمر بقيت ابدل كل اه اتنين اه اللي هو بسموه صاع يعني. كل اتنين صاع من التمر لأي كلام من نص ونص. واخر مكانه تمر صاع واحد بايه? جودة كويسة. هتقول لي طيب ده شيء كويس. اعود لك لا. هنا بدل التمر بالتمر والتمر كان وقتها يعتبر سلعة. يبقى ايه? يبقى بقت ربا فضل. فالنبي النهاء عن كلام ده وقال له انها ربا بمعنى حديث ثاني. طيب يبقى هنا ده اسمه ربا الفضل وده طبعا بيختلف تماما عن ربا النسيئة. ربا النسيئة اللي هو اللي احنا عارفينه بقى. كل اللي احنا بتعامل معه او اللي احنا شفناه او اللي احنا نسمعنا عنه عن الربا. هو ربا النسيئة اللي هو انا استدفت منك الف جنيه بس هرجحهم لك بعد سنة الف ومية الف ومتين. والنسيئة معناها التأخير. وكان احيانا الربا ما بيشترطش في اول العقد في اول القرض. يعني كان يقول لك ايه? واحد الاستدف مثلا الف جينام من واحد تاني. وحل موعد السداد وما معهوش يسدد. فيقول له ايه? اما ان تقضي واما ان تربي. صاحب الفلوس يقول له معاك الفلوس يا محسين يقول له لا ما عنديش. طيب هتعمل ايه? يا اما تقضيني يا تديني فلوس دلوقتي. او تربي يعني تديني زيادة. هو اللي احنا بتصيبني حاليا غرامات التأخير. برضو ده تدخل في بند ايه? في بند الربا. المفوض ان انا ليه عندك فلوس مهما اخذك انا ممكن احبسك بهم احجد على املاكك ما فيش مشكلة لكن ما ينفعش اخد غرامة تأخير على الفلوس. لانه ده اسم الربا النسيئة. ان هو ان يقول لك اما ان تقضي واما ان تربي. اه انما ربا الفضل ان هو بيقى في المبادلات الحالة الحاضرة ان انا ابيع ذهب ذهب او فضة بفضة او او اي حاجة من دولة. باختلاف في الوزن نتيجة بقى اختلاف الجود ده اختلاف اي حاجة. دهب مشغول ولا دهب خام. فضة مشغولة او فضة خام. اه تام من درجة اوية ومن تام من درجة تانية وهكذا. كل الاصناف دي نص الشرع الكريم اه بحديث سيدنا محمد صلى الله سلم انها حرام لانها ربا الفضل وبالتالي يبقى الخلاصة بتاعتنا انه تبديل العشرين جنيه الجديدة باي قيمة اكتب من العشرين جنيه يعني ابيحها اشتريها اقضي. بواحد وعشرين باتنين وعشرين بخمسة وعشرين بعشرين حتى وربع. حتى لو هيديك ربع جنيه بس زيادة في العشرين جنيه برضو حرام. العشرين جنيه تبدل بعشرين جنيه طيب. لو انا بدلت العشرين جنيه بدولارات او بايورو او بدهب لا احنا بقى ايه? بقيت انا حر بقى في ايه? في العرض والطلب. فانا اه في اختلاف الاصناف يجب لي ان ازيد او انقص حسب انا العرض والطلب وحسب سعر السوق. وبالتالي مثلا للدولار انا بشتريه من البنك بسعر مختلف ان بالح عني النهاردة. وببيعه كل يوم بسعر مختلف لانه سعره في البنك بيتعرض للعرض والطلب ومعايا كم دولارات في الاحتلاطي ومعايا كم دولارات في السوق وقدر عامل جنيه بقى ايه? كل ذا بيأثر على سعر الجنيه. وده شيء طبيعي ومنطقي. الفكرة ما ينفعش ابدد نفسها للعملة بنفس العملة ايان كانت المبررات. ودي كانت حلقة سريعة شوية بس طولت معنا من معلومة على الماشي وكل عامل وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.